في العالم يلاقي التحديات والتنفيذ من خلال استهدافه داخليا وخارجيا حيث أكد مختصون على ضرورة السعي من قبل الحكومة العراقية ووزارة النقل لإكمال المشروع وفق المواصفات المطلوبة وبالأعماق التي سممت لاستقبال البواخر العملاقة ميناء الفاول كبير مشروع اقتصادي كبير عاشر أهم ميناء في العالم فأكيد استهداف اقتصاديا داخليا وخارجيا وهناك دول تتضرر وهذا أمر طبيعي كل دولة تفكر في مصالح بلدها الدول المجاورة تفكر في مصالح موانئها ولذلك مستعدنا أن تعرقل وترشي وتحرق ناس من أجل مصالحها لكن احنا ما نلوم الدول الأخرى نلوم أنفسنا واقتصاد العراق متوقف على مدينة البصرة على النفط المستخرج منها الآن طلعتنا العراق متوقف على ميناء من أعظم موانئ العالم وأعظم موانئ المنطقة هنا اكتشفنا خلال هذه الأعوام الأخيرة اكتشفنا أن البصرة هي وسطة العقدي بين كل دول العالم تمر عبر البصرة إذن لماذا لا تتم بهذه المدينة؟ ويعاد مشروع ميناء الفاو من المشاريع الدولية الستراتيجية حيث يربط الشرق بأوروبا من خلال ميناء الفاو وعبر طريق سككي بين العراق وتركيا وسوريا وصولا إلى أوروبا ومرورا بطريق الحرير البري من الصين عبر العراق أول ما تبادر إلى ذهن الشارع تلاعب بالعمق الشارع خرج وفعلا بعدين الجهات الرسمية أصرت على العمق 11.8 أو فتشينها القبيل بدل 14.3 اللي كان أكيد طبعا الشارع عين على الاتفاقية وعلى تفاصيلها وأكد ناشطون على إلزام الحكومة العراقية بتنفيذ الميناء وعكس ذلك سيكون هناك ضغطا جماهيريا لقطع الموارد الاقتصادية في البصرة إذ لم يكتمل المشروع وفق المواصفات العالمية المطلوبة بعد التشكيل لجان مشتركة مع المختصين علي عدنان قناة الرشيد فضائية البصرة